إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية طيب جزاكم الله خيرا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المرجو النصح لمن يصلي يحافظ على الصلوات الخمس ويترك صلاة الوتر وكذلك نرجو منكم أن تبين لنا فضائل النوافل والرواتب والوتر من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه في كل فرض من الفرائض يشرعه الله سبحانه وتعالى يشرع لنا إلى جنبه نوافل والنفل هو خادم للفرض النفل هو خادم للفرض ره المقصود أساسا الذي يحاسب عليه الإنسان هو الفريضة مثلا في الصلاة رأى خمس صلوات لفرضها الله تعالى كما جاء في حديث عبادة رضي الله عنه خمس صلوات كتبهن الله على العباد هذه هي التي سيحاسب عليها الإنسان لن يحاسب على صلاة الرواتب ولن يحاسب على قيم الليل ولن يحاسب على نافلة الضحى هذه الأشياء لا يحاسب عليها ولن يحاسب عليها سيحاسب على الصلوات الخمس طيب هل الصلوات الخمس التي سيحاسب عليها هل أتى بها كاملة؟ الجواب لا حتى لا نكذب على أنفسنا فيها خلل كبير يعني أقل شي حضور القلب يحتاج إلى مجاهدة كبيرة جدا حتى يعني تحضر في الصلاة كلها مع أنه لا يكتب لك من صلاتك إلا ما حضر فيه عقلك لن يكتب لك من صلاتك إلا ما حضر فيه عقلك إذن فنحن نحتاج إلى هذه النوافل هذه النوافل نحن في حاجة إليها حتى نجبر بها الخلل الموجود في الفرائض وهي خادمة للفرائض لأنها خادمة للفرائض بحالة شمتلا علش متلا النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في أداء الرواتب الرواتب اللي هم أربع ركعة قبل الظهر أو ركعتين وركعتين بعد الظهر ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العيشاء ركعتين قبل الفجر يعني فكد لاحظوا هذا الرواتب رغب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا أن الإنسان اللي يبغى بيت في الجنة يحافظ على 12 ركعة في النهار من الرواتب هي هذه أحيانا هذا الرواتب تتكون قبل بحالة راتبات الصبح نعم وراتبات الظهر وأحيانا تتكون بعد بحالة راتبات المغرب وراتبات العيشاء فقال لك هذا الرواتب إما أن تكون قبل الفريضة فتكون فتكون مساعدة على الفريضة لأن الإنسان حينما يأتي إلى المسجد مبكرا ويصلي يعني هذه الرغيبة ويصلي الراتبة ويجلس يذكر الله عز وجل حتى تأتي الفريضة ويصليها ستكون صلاته للفريضة أحسن علاش لأن هذه الوسائس الأولية قضى عليها بالركعتين من اللي قد يدخل الصلاة تدخل لها بقلب صاف وبنفس هادئة وبالتالي يكون تحصله للخشوع في الصلاة متأحا طيب من لك يصلي الظهر كيعود يصلي ركعتين تصلي مغربتي صلي ركعتين تصلي عشك يصلي ركعتين هذه ركعتين اللي يجيه بعد تجبر الخلل الذي يكون في الفريضة إذن فهي وظيفة هذه النوافل نفلة تؤهلك لأن تؤدي الفريضة في أحسن الأحوال ثم بعد ذلك تصليها لتجبر الخلل الذي وقع في تلك الفريضة إذن فسبحان الله هنا تحافظ على هذا الأصل اللي هو الصلاة كذلك الشأن بالنسبة للسيم كذلك الشأن بالنسبة للحج والزكاة إلى غير ذلك إذن فرأيض هكذا تكون لدينا نظرة دينا لها مش يرى شيء زائد لا قيمة له نعم ورمادي حسبك الله تعالي ولكن بماذا ستختلف الدرجات يعني بشك تختلف الناس يعني الدرجة كما جاء في حديثة به هو إن هريرة رضي الله عنه يعني فاشق النبس و سؤ walks من أنفق زوجيني دعيا من باب الجنة يا عبدالله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعيا من باب الصلاة كيفاش يعني الإس한 من أهل الصلاة وش معناه تصل السلاوات الخمس قال نسك يصلوا السلاوات الخمس شمع المسلمين عليش نقول هذا من أهل الصلاة بمعنى أن هو من أهل الصلاة أنه يصلي فرضها ويصلي نفلها ويسقينوها ويحسنوها وتنشطوا السهوء إليها بعملها صار لها فيها تميز إذن رأى هذه النوافيل هي باش كتزاد الدرجات ديال الإنسان فإذن يعني إحنا من اللي نعرفه القيمة ديال هاد النوافيل أما نفرطوش فيها لأنها كتهي أنا الفريضة باش نصليه في حسن الأحوال وكنجبرو بيها الخالل وكيتفوتو بها الدرجات وكيتفوتو بيها الدرجات رأى هاد الدرجات ميكش يكون بالصلاوات الخمسة ولكن كيفش يصليوا هاد الصلاوات الخمسة واشنوها النوافيل اللي كيزيل ورا هي اللي كترفع الدرجة ديال الإنسان لذلك إذا نظرنا النوافيل هاد النظرة كنا على يقين أننا لن نفرط فيها آما غادش نفرطو فيها وغاد نحرصو عليها أشد الحرص وبالأخص لويتر بالأخص لويتر لويتر قال فيه النبس والسلم إن الله زادكم صلاة هي صلاة لويتر وكان النبس والسلم يحافظ عليه سفرا وحضرا ما كان يتركه أبدا بل كان النبس والسلم إذا فاته قضاه يعني من نام عن ويتره أو نسيه فليصله إذا ذكره ونام النبس والسلم عن ويتره وصله في الضحى يعني صلاة في الضحى إذن النبس والسلم كان حريص أشد الحرص على لويتر لذلك كان السلف رضي الله عنهم يعيبون من الرجل تركه لصلاة لويتر لا يقبلون منه ذلك بل كانوا يعتبرونه جرحة في عدالته وليونة في دينه احتكال الإمام محمد رحمه الله يقول من أجمع ترك الويتر ردت شهادته من أجمع ترك الويتر ردت شهادته يعني الإنسان إلى أجمع ترك الويتر يعني أنه بقى حريص على أنه يترك الويتر دائما مش يغفل عليه واحدة مرة ولا جوج وإنما هو فنيته ما بقاش بيصلي الويتر هذا قال لك ترد شهادته بمعنى الويتر شي حاجة اللي ما خصتش نفرطه فيها نحن المسلمين لذلك إني روحية واحدة عبادة جليلة وعظيمة قصلا ما نفرطه فيها شيء ما هي وسائر النوافيل هي وسائر النوافيل لنأخذ ديوم القيام ما باش غد يتصلح لك الصلاة والصلاة اللي هي كبيرا قال في أنه بصوص فإن صلحت صلحت سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل إذن إلك تعرف بأن واحدة الحاجة هي هي سبب نجاحك وإلى سبب الإخفاق ديالك أرى تتسعى بكل ما تملك من القوة اللي لتكون من أهلها المتقينين لها والله أعلم إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية لا تنسوا الاشتراك في خدمة الإمام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر